يعني ميت وعبتحيي يعني حديد ميت وعبتحيي أنا كنت أشتغل فيها من أنا وصغير بلبنان من سنة التسعين يعني واشتغلت فيها فترة مليحة بلبنان وعجبتني المصلحة كويسة كونها بتنظيف يعني الحجر طبع الفيلات نظيف بلبنان فيها حجر فيلات شفت الفيلة الحجر من عوامل الجنوية بيتوسخ نظيف فيها تطلع الفيلة جديدة تقول لغ عاملها طبعا الحديد كمان نفس الشي عند النطف ويطلع خيوة بلامع عجبتني الفكر أجيت على خانشيخون بالالفين عملت هاي المصلحة والحمد لله نجحت عنده بخانشيخون والعالم صار عليه أقبال طيب يعني بالنسبة للسيارات بالنسبة للحجر السلاب للحجر للكزا والحمد لله أموري مشت في خانشيخون ضرب الرمل هي عبارة عن مضخة ضاغط هوا يعني قوي بدي يكونوا جدا يعني قد ما كان هوا قوي أحسن وعبارة عن داب ورمل بيطلع منه رمل وهوا وبيطلع الرمل بشكل قوي جدا هذا رمل النبكي اللي مثل حب السكر تقريبا يعني أشم الجسم اللي بيلامسوا وخاصة زى صلب بموت على جسم الصلب هوي أي شي بيلامسوا بدي يطلعوا الدهان من الحديد الصدي الوسخ من الحجر أشي بيخطر عبالك بوسخ بدي يطلعوا بدي يخلي الشي الأصلي تبعه يطلع يعني الحديد الأصلي تبعه يطلع الرمل النبكي يجينا من نبك من عند النظام ما كان يعني الأمور فيه أي هداك خشين وكويس وقاسة جدا يسين معانا تمام هلأ بتعريف الأمور نحنا محاصرين ما منحسين مثلا نجيب الرمل من النبك صرنا نجيب من عزاز من نهر من نهر يستخرجوا المبارفة دولي تبعين البحص والرمل بيستخرجوا بيبيعون أيها موقع سين ولو كويس مثل هداك ولكن عنا نمشي الحال فيه تمشيها يعني النولى الزبائن اللي بدون يشتغلوا عن الرمل نطلع مثلا الدولي هون عنا مثلا عندها شغلات عندها بنك بدأت ضربه عندها شغلي بدأت حجر يعني بدأت ضربه وسيخ نطلع نضرب لني برجع بلام عواميض الحديد اللي بالشوارع عم نفكوهين الدولي عم نرجع نضربين عرمين كوني مصدايات أو جايين يعني قزايف من عند النظام عبرجعوا بيرموموين نحن مضربين على الرمل وبخوين بيطلعني جدد عبرجعوا بيركبوين محلي الرسم على البلور في الرمل وأنا بالنسبة إلي أي رسم يترسم على البلور بدأت أطلاع على البلور وشيء حلو يعني قمت طورت أنا الرسم على البلور عملت قوالب وعملت آيات قرآنية يعني كل آيات قرآنية أجر وجرق لتنا مفس الوقت وعملت لي مبرواز وضواه وعجهاز تحكم وشيء حمد الله كويه شيء ممتاز يعني صرت لك شتغل على البلور إذا ما عندي شغلي على الحديد بشتغل على البلور هاي المصلحة قليل جداً اللي بيشتغلوها يعني في واحد بيسلقين وواحد بكفر عمين وأنا هون بيدليب يعني في كل محرر ما في منها المصلحة قليلة جداً جداً يعني بجوز يعني اللي ما اشتغل فيها ما بيعرفها أنا اشتغلت فيها في لبنان وأنا هو ولد بعرف هاي المصلحة يعني وضلت في بالي وحبيت عملها يعني والحمد لله عايش منها يعني هاي يا أستاذ تجي معلمي بكرتوني نظامي هاي 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 الألوان الحمد لله رب العالمي حطينا تقريبا الألوان الرئيسية اللي في قلبهوني ترجمة نانسي قنقر